بدعوة من العتبة العباسية المقدسة متمثلة بشركة الكفيل الاستثمارات العامة إلى مديري دائرتين الزراعة والكهرباء في محافظة كربلاء أجريا جولة ميدانية من أجل الطلاع على مشاريعها والوقوف عن كثب على هذا المنجز الضخ ومن أجل فتح عفق للتعاون المشترك حسب توجيه سماحة السيد المتولي الشرع العتبة العباسية المقدسة بضرورة الطلاع على المسؤولين الحكومين ومدراء الدوار على مواقع العتبة العباسية المقدسة ومعرفة مدى تطورها وامكانياتها وخدمتها للمجتمع العراقي بشكل عام فأتينانا كشركة كفيل الاستثمارات العامة دعوة جميع مدراء الدوار لزيارة مواقع العتبة بشكل عام وبدأنا اليوم ما كمرحلة أولى بمدير دائرة الزراعة ومدير دائرة الكهرباء وأخذنا جولة على مشاريع العتبة وتم الاطلاع عليها بشكل دقيق على كل مفاصلها شملت الجولة التي رفقهم فيها المهندس رسول مدير الشركة الكفيل الاستثمارات العامة كل من معملي الواحة والألبان ودار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ومعمل المياه إضافة إلى المحطة الثانوية لتوزيع الكهرباء ومزار خيرات أبل فضل العباس عليه السلام ومراب الكفيل واستمع المديران لأشرح تفصيلي من قبل قائمين على هذه المشاريع عما تحويه من أجهزة المعدات فضل عنها تدار بملاكات عراقية حقيقة اليوم لدينا جولة لزارة المشاريع التي تقوم بها العتبة العباسية من خلال الدعوة المقدمة من قبل شركة الكفيل وتم الاطلاع على المعامل التابعة لهذه العتبة طبعا ما نجده واضح من قبل المواطن الكربلاين ومشاريع العتبات العتبة العباسية هي مشاريع واضحة وناجحة وهذا ما نراه على الواقع اليوم نحن في جولة ميدانية للاطلاع ومشاهدة المشاريع العتبة العباسية المقدسة ومن خلال الطلاع على هذه المشاريع بالفعل مشاريع استراتيجية وحيوية ذات مغزة اقتصادي وفني تسهم في عدة جوانب وكون الوضع الحالي يمر به البلد من ضائقة مالية وأزمة جاعة كورونا هذه المشاريع مهمة من ناحية الاقتصادية أنه سوف تسهم في دعم المنتوج المحلي بالإضافة إلى تشغيل أيدي العاملة المحلية العتبة العباسية المقدسة ومن خلال ما تقدمه المجتمع من المشاريع المتنوعة في مجال الصحة والزراعة والتصنيع إلى غير ذلك تعمل في تسابق مع الزمن وهم ثابت قفزة نوعية في مجال التنمية وأن جزء كبير من المنتج المحلي تم تغطيته من خلال النشاط الانتاجي لها